أسأل تقول هل يمكن الحسد يعني إذا حسدت المرأة ينتقل إلى الجنين أخت الفاضل أبارك الله فيك بالنسبة للحسد يعني مرض مردي و داء خطير و لذلك أول ذنب عصي الله به هو الحسد حينما حسد إبليس آدم و الحسد مراتب نسأل الله العافية و السلامة و الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير تمني زوال النعمة عن الغير و الحسد لا يلزم أن يكون بإصابة عين فكل عائن حاسد و ليس كل حاسد عائن ما معنى الكلام هذا يا محمد معنى الله يرضى عليك أن بعض الناس عنده حسد لكن ما يصيب بالعين ما يصيب بالعين حاسد هو قلبه يغلي و العياده بالله على صاحب النعمة لكن ما يقدر يصيبه بالعين لكن أي واحد يصيب بالعين هو حاسد كل عائن حاسد و ليس كل حاسد عائن فأحيانا بعض الناس قد يحسد لكن ما يصيب بالعين لكن بعض الناس و العياده بالله حسده سببه العين فهو يصيب بالعين و ربما يعني الإصابة هذه انتقلت إلى الجنين فالإصابة بالعين خطيرة الله عز وجل يقول و إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر و يقولون إنه لمجنون قال العلماء في أحد أوجه التفسير لا يزلقونك يعني يصيبونك بالعين النبي عليه الصلاة و السلام قال العين حق العين حق و لما أصيب أحد الصحابة و هو سهل بن حنيف أصابه الصحابي آخر لما نزل يغتسل و كان جميل قال و لا جلد مخبأ يعني و لا جلد امرأة ما رأت الشمس بيضاء فلبط لبط سقط في الماء فأخذه الصحابة فاستصرخ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فقال من تتهمون قالوا فلان فتغيض عليه النبي عليه الصلاة و السلام و غضبا قال يعمد أحدكم فيقتل أخاه أو يقتل أخاه فثما قال عليه الصلاة و السلام إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك يعني يقول اللهم بارك فدل هذا على أن العين يعني تؤذي خاصة إذا صدرت من إنسان و العياذ بالله مشهور الإصابة مشهور عنه الإصابة بالعين وجاء في الحديث العين تدخل البعير القدر و الإنسان القبر فقد يصاب الجني قد يصاب الجني و لذلك الإنسان مطالب بأن يحصن نفسه لماذا شرع لنا النبي عليه الصلاة و السلام التسمية مثلا التسمية في أحوال شرع لنا أذكار الصباح و أذكار المساء و شرع لنا الرقية لمن يعاني شيء كل هذا حتى الإنسان يتحصن من مثل هذه الشرور و الآفات سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن أو هذه الأعين الحاسدة التي ربما تضر الجنين في أختي الفاضلة ما دام عندك مشكلة في قضية المواليد احرصي على الرقية باستمرار احرصي على الرقية باستمرار خاصة الفاتحة فبإذن الله مع التوكل على الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر